حضر سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة مؤتمر منتصف الطريق 2017 المقام ضمن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الدولي لكرة السلة في هونج كونج بمشاركة عدد كبير من رأساء الاتحادات ومثل كرة السلة العالمية واشد سموه بجهود الاتحاد الدولي لكرة السلة الرامية الى ابراز اللعبة ووضع الخطط والبرامج الهادفة مؤكدا سموه ان البحرين بصفتها عضوا في هذه المنظومة الدولية فانها سوف تسهم في تحقيق التوجهات الهادفة من قبل الاتحاد الدولي مشيرا سموه الى ان البحرين لديها توجه لتعزيز كافة الجوانب التطويرية للكوادر الفنية والادارية لما له من دور في خلق الارضية الخصبة للعبة والايمان الاتحاد البحريني لكرة السلة باهمية منح الكفاءات البشرية دورها الحيوي واعتبر سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة بان خطوات الجمعية العمومية ومنظومة الاتحاد الدولي مؤشر على رغبة جادة من قبل الاعضاء في تقديم موسم متميز يضع اللعبة على قائمة الالعاب الرياضية ذات الشعبية على المستوى العالمي لافتا سموه الى الاهمية التي يوليها اتحاد السلة للمرأة والخطوات الملموسة لتمكينها على مختلف الاصعدة واشار سموه للخطوات التي يعمل بها اتحاد السلة في مملكة البحرين للرقيب اللعبة والسير في خط تتناغم مع توجهات الاتحاد الدولي التطويرية مؤكدا سموه ان العمل قائم ومتواصل لخلق كوادر تدريبية ومنتخبات منافسة موضحا ان الاتحاد البحريني لكرة السلة يعمل على ان يكون كيانا فاعلا في المنظمة العالمية للعباء وعلى همش المؤتمر الدولي التقى سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة بعدد من رؤساء الاتحادات الخليجية والعربية بالاضافة الى عدد من رؤساء الاتحادات من مختلف دول العالم حيث ناقش سموه معهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك والسبولة الكفيلة في تعزيز التعاون